ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فأنت مطالبتك مشروعة بل أنا أقول لك تأخرت 28 سنة كثير هذا الأمر الأول الأمر الثاني الزواج مبني على طبعا الزواج فرحة ومبني على الاتفاق ومبني على الوفاق ومبني على الغضاء الوالدين والأسرة بحيث لا تدخل على الأسرة ما يتضررون به فأنت واضح أنك ولله الحمد على قدر كبير من حسن الخلق ومن التربية الطيبة تستشير الوالدين ووالدتك على وجه التحديد فهذا هو الذي فعلا يستطيع الإنسان من خلاله أن يكون أسرة طيبة وأن يرتاح في حياة المسألة الأخرى لا يجوز للوالدين أن يقفوا حجر عثرة في طريق الولد إذا كان يريد الزواج مرت علي حالات كثيرة بعض الأولاد يعني ممنوعين من الزواج لا لي سبب هكذا فقط عمره الثلاثين يقول له صغير كيف صغير عمره خمسة عشرين يقول له صغير كيف صغير فهنا يأتي الكلام إلى الوالدين أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وأن يخافوا الله في أبنائهم وأن يتقوا الله في الجنسين سواء الذكور أو الإناث يعني ليست القضية فقط مع الذكور في تأخر الزواج حتى البنات بل البنات أشد ولذلك لا يجوز للوالدين أن يكون حجر عثرة في طريق زواج أحد الأولاد سواء كانوا من الذكور أو الإناث